دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حضر الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 واللي عقدت تحت رعاية الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة وده في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية امبرح كمان ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الاسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة وقال الرئيس الوزراء أن الحكومة بتعمل بكل جهد من خلال أجهزتها المعنية المختلفة على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع وتقدم كل الدعم المطلوب لمشروعات القطاع الخاص تفاصيل وأخبار أكتر في سياق هذا التقرير أخبار كتيرة حصلت مبارح منها أن نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضرت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 اللي بتعقد تحت رعاية الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة وده في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية خصوصاً الحرب في قطاع غزة وانعكاستها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية لافت إلى أن في هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الرهنة والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها إمبارح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عثمان ديوني نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أهمش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي مشيراً في هذا الصدد لبرنامج التعاون القطري بين الجانبين اللي بيستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية بالإضافة للتعاون في عدد من المجالات الأخرى إمبارح أجرت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتصال هاتفي باسمه الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح لتهنئته بتوليه منصب رئيس وزراء الكويت بعد صدور مرسوم أميري له بتشكيل حكومة جديدة وأكد الدكتور مصطفى مدبولي العلاقات الوطيدة اللي بتربط مصر بدولة الكويت الشقيقة اللي بتمتد لتشمل العلاقات الوثيقة اللي بتجمع القيادة السياسية في البلدين وأواصر الإخاء بين شعبي مصر والكويت الشقيقين إمبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة واتخاذ القرارات اللي منشأناها دفع العمل بمختلف قطاعات الدولة وقال رئيس الوزراء أود أن أعيد التأكيد على أن الحكومة تعمل بكل جهد من خلال أجهزتها المعنية على تأسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع اللي بتعمل في مختلف المجالات من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص وهو هدف بيمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية وأضاف أننا سنواصل جهدنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعتهم وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعتهم القائمة وتوسعتهم الجديدة